ايه ده هو هذا المقر بتاعهم ايوة هو هذا المكان الي اللي عاليه في الورقة الي اليكو بترنها كاي الي المعلم مش هتقلع عليها يا الله يا شغبانيا وراي شغب ارمبوا حركات من الطيارة لا ودى لوعد هنرجع ياشغب عالمكسيك خلاص افرح ياعم وانا كمان باي باي يا حضرة المعللم حضرة المعلم بي Drive كده مرة واحدة ماشي ماشي حركات ايه ده زياد يلا يلا تعال ايه ده مش عارف يا حركات ايه ده حضرة المعلم هو حركات انا جيت اهو عند المحل انا مش عارف ليه المعلم مشيت عايز نعمل كده بس هي ده تعليماته وانا لازم انفزها ايه ده حضرة الشرطي انا اتقوض علي انا ايه اللي انا عملته ده وانت حركات انت فاكر شوية النار اللي فيدك دول هيخوفوني لا يا حبيبي هتشوف يا باولو مين اللي هيخاف دلوقتي انا لازم احرقكم وانت حركات ابعد عشان ما تتعزيش ده انا هشرب من دمك يا باولو انا لازم انتقم منك ورب النعمة يا باولو ما سيبك ابدا اضرابه يا ابو علي دك انا هيموت بابا والله لعيونك يا حركات اعزبولك على طول افضل حتطولك كده في السجن وكل يوم لازم اخش اجلت فيه نص ساعة او ساعة خليها ساعة ودلوقتي لازم نزلت لنقزة وبصور يا ابو علي انا مش عارف يا حضرة المعلم مفيش غريبة القارق ما تشوف لك بطل خارق باية خلاص انا مليت منك بصراحة بتقول ايه يا ابو علي بقول يا حضرة المعلم انا ممنون ليك بصراحة بحسب بتقول حاجة تانية وانا اقدر اقول حاجة تانية يا حضرة المعلم انت موجود مع السلامة يا حضرة المعلم الله يا جماعة المعلم شيتا ده خناني يا جماعة نفسي مرة امسك المعلم شيتا ايه ده حركات ايوان يا ابو علي عملت هي حركات وديت باباك المستشفى ايوان يا ابو علي وديت المستشفى بس انا خايف لعصان بابا يموت يا ابو علي ارجوك يا ابو علي انت لازم تكلم المعلم شيتا لازم ينقص حياة بابا لان المعلم شيتا بيحبك انت يا ابو علي ماشي ماشي يا حركات وعد مني ان انا هكلم المعلم شيتا وحاول نخليه يقوم باباك تاني ماشي انا زعلان قوي على بابا يا ابو علي بابا لما بقى طيب بيموت لا لا يا حركات ان شاء الله مش هنخليه موت يا ربي يا ابو علي انت كده دلوقتي يا زياد بتتعدى المساب بتاع البطل الخارج وقريب جدا انت كمان لازم تكون سوبر ايروز يا ابو علي بس لو انت اثبتت لي قدرتك في ان انت تكون بطل خارج ما بيغلطش ابدا ومع الخير على طول حارة المعلم انا هكون مع الخير دايما وعمري ابدا اني حضرت المعلم ما هخلف القوانين بتاعت الكتاب السحري اتمنى منك كده يا زياد وذلوقتي يا زياد كل اللي انا قلته لك لازم تعمله بالحرف الواحد والمهمة دي يا زياد هي اللي هتحددلي انت تكون سوبر هيرو ولا لا عشان كده يا زياد لازم تاخد بالك من قراراتك كويس جدا واوعة اي حد بريء بالقوة الخارجة اللي عندك لان لو ازيت اي حد بريء يا زياد انا اسحب منك الكوة الخارجة لا 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 يا حضرت المعلم انا هعمل المهمة اللي انت قلتلي عليها ومش اغلط ابدا اتمنى تعمل كده ماذا يا ابو عالي ايه دا هو ابو عالي عمل ايه يا حضرت المعلم راح سرق بيت عشان ياخد الفلوس ويديها البولو ايه دا هو ابو عالي عمل كده ايوان كان عايز اديها البولو عشان ينكس حيات حركات طب يا حضرت المعلم ما هو ابو عالي كده كان عايز ينكس حركات يعني ما كانش قصده حاجة بس انا ميدي لابعالي قوة السوبر ييرو المفروض ان كان ينكس حركات من البداية ما كانش لازم يعمل غلطة يا زياد ايوان ايوان حضرة المعلم انا انا فهمتك ودلوقتي يا زياد لازم تعمل المهمة اللي قلتلك عليها حضرة المعلم اكيد اكيد طبعا لازم اعمل المهمة ولازم تاخد بالك من الوقت كويس جدا لازم تثبت لي ان انت بتستغل قواتك الخارقة في العمل الصحيح حضر حضرة المعلم انا لازم امشي تلوقتي عشان ما تاخرش وانا كمان باي 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 حضرة المعلم حضرة المعلم بيختفي كده مرة واحدة ماشي ماشي يا حركات ايه ده زياد 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 انت بقى عندك كوة خارقة اضافية ايوان ايوان يا بعالي بص المعلم مش تدني كوة خارقة انا مش ميصدق نفسي يا بعالي مبروك يا زياد انت تلوقتي بتتعدى المستوى بتاع البطل الخارج لو ما عملتش اي غلطة يا زياد هتكون سوبر هيرو زي ايوان ايوان يا بعالي انا مش عايز اعمل اي غلطة عشان اكون سوبر هيرو والله زمنكز الابرياء ودفع عن الخير من الشر حركات انت عامل ايه انا كويس يا زياد انا مش مصدق ان انت رجعت تاني للحياة ايوان ايوان يا حركات رجعت للحياة المعلم مش تاولي خلينا رجع تاني حلو يا زياد انا كنت خايف ان انت تموت بصراحة لان انا قزيتك كتير بصراحة يا زياد حركات ما تقولش كده انت صاحب يا حركات ودلوقتي يا بعالي انا عندي مهمة خطيرة لازم اعملها عشان متأخرش ايه ده عندك مهمة مهمة ايه يا زياد ايه المعلم مش تادي مهمة لازم اعملها بسرعة بقى عشان ايه اثبت له كفاتي ايوان يا زياد بقينا داخد مهم من المعلم مش تا ايوان يا بعالي بقينا داخد مهم عشان المعلم مش تا بيختبرني وكده ودلوقتي عن اذنكم بقى عشان انا لازم اروح المهمة بسرعة ماشي يا زياد ماشي ماشي يا زياد ودلوقتي يا حركات تعالى بقى نطلع للمعلم مش تا عشان نشوفه يالله بينا يا ابو علي يالله يالله تعال ايه ده المعلم شي ده مش هنا يا حركات ايه ده ده مش هنا فعلا يا حضرة المعلم احنا محتاجينك لازم تيجي دلوقتي عشان ابو حركات هيموت يا حضرة المعلم بابا هيموت صدقني لازم تنقص بابا شاكله زعلان بني يا ابو علي عشان كده مش عايز ييجي مش عارف يا حركات ايه ده حضرة المعلم هو يا حركات ايه ده حضرة المعلم انا جيته عند المحل أنا مش عارف لي المعلم شيت عايز نعمل كده بس هي دي تعليماته وأنا لازم أنفزها عشان حضرة المعلم ما سحبش مني كوات الخارقة أنا حرامي ولازم أخذنكم الفلوس دلوقتي وإيه اللي هأزيكم أنا خايف مليش دعوة ودلوقتي دورك إنت عشان أخذ منك الفلوس هتكل الفلوس اللي معاك يا أم هأزيك يلا هتكل الفلوس اللي معاك أنا بطل خارق وعندي كوة خارقة وهأزيك إيه دا حضرت الشرطي أنا أتقابض علي أنا إيه اللي أنا عملته دا وليه المعلم شيت أطلب مني كده أنا مش عارف أي حاجة بس هي دي تعليمات المعلم وأنا كان لازم أنفزها عشان ما يزعلش مني وأعدي مستويات البطل الخارج عشان أكون سوبر هيرو زي أبو علي لأنه هو اللي طلب مني كده وطلب أن أنا تسجن ولازم أشوف إيه اللي هيحسن أبو علي التصرف اللي أنت عملته غلط تصرف تصرف إيه حضرت المعلم إنت رايح تسرق بيت عشان تأخذ الفلوس يا أبو علي وتديها لبولو عشان ما يقزيش حركات ولا يقزي بابا إنت مجنون إيه دا حضرت المعلم ما هو إنت شفت بنفسك بولو كان بيعد وقت وقال إيه بالزبط عد لحد عشرة لو أبو علي ما جاش بالفلوس هم قوت حركات عشان كده كنت لازم أعمل كده حضرت المعلم إنت بتهزر يا أبو علي هم قال أنا أمديلك كوة خارقة ليه أنا أسف حضرت المعلم ومشي قررها تاني ماشي يا أبو علي اعتبر إن دي آخر غلطة ليك لو حملت أي غلطات تاني يا أبو علي السوبر هيرو أسحابه منك وأديلي زياد حاضر حاضر يا حضرت المعلم أنا جبت بولو وشغب هنا في البيت حضرت المعلم في المغزن مرافع عليك يا أبو علي ودلوقتي لازم ياخد عقابهم أنا أنا غدتهم عقابهم أصلا يا حضرت المعلم وولعت فيهم وخليتهم شبهة في حماية هو دا كلام المزبوط لازم كل مجرمين على عقابه وبصفتك سوبر هيرو يا أبو علي وأنت يا حركات بولو وشغب يتعاقبوا إزاي أنا بصراحة جاي في حضرت المعلم إن إحنا نسلمهم للشرطة تسلمهم للشرطة؟ أيوان يا حضرت المعلم وأنت يا أبو علي أنا مش عارب بصراحة حضرت المعلم أنا جبتهم لحد عندك وأنت شوف يا حضرت المعلم عايز تعاقبهم إزاي أو قول لي وانا عاقبهم ودلوقتي يا حركات أنت لازم تكون بطل خارك وأنت يا أبو علي خذ المجرمين دولا تسلمهم للشرطة بعد إزنك حضرت المعلم وأنت يا حركات باولو أنت عايز إيه؟ ما تأذنش أرجوك؟ كان نفس أزيك بس للأسف أنت الوحيد اللي تقدر تخرجني من المدينة أخرجك من المدينة إزاي يا باولو؟ أتشوف دلوقتي يا حبيبي أنت بتعمل إيه يا باولو؟ شغبايا خذ الورقة دي وودي ألبق علي بسرعة وأنت يا بحركات كان نفس أموتك بس للأسف مجبور إن أنا أخليك عايش باولو أنت بتعمل إيه؟ هتشوف إيه دا؟ شغب امتزجت هنا أنا مش سلمتكم للشرطة وبعدين إيه الورقة اللي معك دي؟ الورقة اللي معك دي مكتوب فيها إيه؟ أنا لازمت في النار من إيدي الأول عشان ما تتحرقش ضفت النار من إيدي هات الورقة يا شغب إيه دا؟ باولو بيهدد أبو حركات وعايز ترى إليكوبتر النهاردة عشان يهرب أبو علي هتجيب لي طيارة إليكوبتر على العنوان داوت ولو حصل أي حاجة أغرر لنا إيه لك سداني يا أبو حركات أيموت إيه هكت تتأخر على المعادل لنا إيه لك عليه؟ أكيد باولو عايز الطيارة دي عشان يهرب بها برا البلد أكيد هو عارف إن هو مش قدنا شغب أنا هجيب الطيارة وهاجع العنوان بلغ باولو بكده المعلم شي تقالي أعمل كده وقالي لازم أستنى عشان هو اللي هيجي يقول لي أعمل إيه بعدها بس الحد الآن لسه مجاش أنا مش عارف أعمل إيه بجد إيه ده حضرة المعلم أيوان يا زياد يا حضرة المعلم أنت ليه طلبت مني أعمل كده أنا دلوقتي تسجنت ومش عارف أعمل إيه أنا اللي أقول لك لازم يتنفذ يا زياد دلوقتي هيجي لك زابط أنت لازم تضربه وتعمل اللي أنا أقول لك عليه دلوقتي أضربه حضر حضر حضرة المعلم هعمل إيه أنا هقول لك زياد ايوان يا زياد لاني باولو عاوز يا رب الطيارة وانت لازم تجهز الطيارة عشان ننقذ ابو حركات ايه ده هنجيب طيارة لباولو وحضرة المعلم مش ابو علم اسكو باولو ويرب من الشرطة يا زياد طب يا حضرة المعلم انجيب طيارة ليو نغربو مش مفرض ان احنا اصلا نعقبو لو ما عملناش كده هيموت ابو حركات بس انا هقولك هتعمل ايه وانت تقدر تنقذو حضرة 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 المعلم ك Likewise Did You maximum? أيوان ايوان حضرة المعلم تبانا اودي الطيارة曾 بن خدا انا اقولك دلوقتي ولازم تجهز نفسك عشان الظبط حيقى يدخل عليك دلوقتي وانت لازم تضربو وتعمل الا اقولك عليك ودلوقتي انا لازم امشى ازياد ولازم تنفذ كل اللي قلتلك علي باي حضرة 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 المعلم باي هيugeيني حضرة الظبط دلوقتي انا لازم اعمل زنيا المعلم قلي بالزبط سمحني بقى يا حضرة الزابط انا مرضتي اضربك بالكوة الخارقة زي ما المعلم مشي تقلي عشان ما تلي تقزيش ودلوقتي لازم اعمل كل اللي المعلم مشي تقلي عليه. انا لازم اخد الطيارة واخدها على المكان اللي المعلم مشي تقلي عليه. يلا بسرعة. بس انا مبعرفش اسقو طايرات ربنا يستر. باولو اكيد عايزي يهرب بره البلد. انا لازم اقول المعلم شي تبسرعة قبل ما اعمل اي حاجة عشان ما يزعلش مني. يا حضرة المعلم باولو هرب يا حضرة المعلم من الشرطة. هنعمل اي دلوقتي. وبعتلي ورقة مع شغب. بيقول ان احنا لازم نجيب له طيارة هاليكوبتر. عشان شاكله هيسفر بها للمكسيك. هنعمل يا حضرة المعلم. انا جيت اقولك بسرعة عشان ما تصرفش غلط. ابو عالي انا عارف كل حاجة من البداية. عشان كده خيارتوكم يا ابو عالي. هنعمل ايه في باولو. نعقبو. ولا نسلمه للشرطة. لكن حركات اختار الاختيار الخطأ. وقال نسلمه للشرطة. ايه ده انت كنت عارف كل حاجة حضرة المعلم. ابو عالي. انا عارف كل حاجة. دلوقتي انت لازم تروح هناك. ما تعملش اي حاجة من دماغك. لان الطيارة الهاليكوبتر. انا اصلا اقي اللي زياد. وزياد خد الطيارة ايه وديها الهناك. فهم. ايه ده حضرة المعلم. انت ايه اللي زياد يودي الطيارة هناك. ايه وانيبو عالي. انت اتروح هتلى الطيارة هناك فعلا. وبقول ايه يفتكر ان انت اللي جايب الطيارة دي. وما تعملش اي حاجة. غير انك تجيب ابو حركات بس. وبقول ايه يدو لك. وياخذ الطيارة ويمشي. حضر حضر حضرة المعلم. يعني اصبه يا رب ايوان يا ابو عالي او ملاكش دعوانت ماشي حضرة المعلم شغل كله تمام تمام ايه ده انتو هتعملوا ايه يا باولو انتو حظك حبيبي لو ابو عالي دي حكا لنا انتو هتموت لو ابو عالي مشي على حسب ما انا قلت له انتو هتعيش هو بلا يختار ايه ده اسوت الاليكومتر ده شاكل ابو عالي واصل ايه ما انتو حظك بقى تعيش مش مكتوب لك تموت النهار ده ايه ده هو ده المقر بتاعهم ايوان هو ده المكان اللي باولو ايه اللي عليه في الورقة اللي اللي كوبتر لينك ايه اللي المعلم مشي تقلع عليها بس اقل لي ماليش اي داعو بيها ومشي عايز تطلع عليه باولو شغل بايا ابو عالي بينا دعلينا يا الله شيل ابو حركات وتعالى ورايا باولو الطائرة عندك ايه ادينا بحركات وانت خد الطائرة ويهرب بيها ابو عالي لو قدرت وضربت ايه دار بخاركة سدقني اموت لك ابو حركات لا 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 يا باولو انا مش اعمل لك اي حاجة انت ادينا بحركات وخد الطائرة ويهرب هي دي تعليمات المعلم شي تلقية تعليمات مين شيتش ماليش داعوة المهم دلوقتي انا اول ما اركب الطائرة اديك ابو حركات على طول يا حبيبي مش اتاخذ دلوقتي لازم اضمن نفسي ماشي يا باولو واو عشيت شاتشوت داعي اعمل حاجة يالله يا شغبايا ورايا شغب ارمبوا حركات من الطائرة لاااداص و ايه دلوقت يا شخاف يالله بينا نئرف هنرجع يا شخاف اعلميكسيك افرح يا عم مفيش الكلام ده يا بولو ايه ده مين انا زياد يا بولو ولازم اقضى عليك دلوقتي زياد لا 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 يغبي كلنا هنموت لو عملته حاجة يا يا تاعة امسك يا بولو لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااgal اشتركوا في القناة